السلام عليكم. إذن الويداد الرياضية أهل النصف النيائي الدوري أبطال إفراقيا بعد التعادل السلبي ضد شباب الوزداد الجزائري مستفيدا من نتيجة لقاء الذهاب لكالويداد انتصر فيها بهذا في الصفر شيء اللي راحضناه في لقاءات الإياب ديال ربوع نيائي الدوري أبطال إفراقيا جميع الفرق لاستقبلات اللقاءات على أرضيك الملعب ديالها عانت احد شي وحد مربح وجميع الفرق لاستقبلات لقاءات الإياب على أرضية ملعب ديالها باستثناء الويداد كلهم تقصوا وهذا الأمر يدل على شيء يدل على أن المستويات جد متقاربة وعلى أن جميع الفرق بقات كتقاتل وكتدافع على الحضود ديالها لغاية آخر رمق ولغاية آخر تانية الويداد في لقاء اليوم دخل وعنده امتيازات كثيرة انتصر في لقاء الذهب بهذا في السفر لعب على أرضية ملعب ديالك مساند من طرف الجماهير 60-70 ألف متفرج الجمهور يستحق الإشادة والتقدير على الحضور بأعداد غفيرة وشجع منذ أول دقيقة لغاية آخر دقيقة والويداد كان مطالب في لقاء اليوم باش يدخل ويسجل هادف باش كما كنقوله يضمنه وبنسبة كبيرة التأهل للنسف المياي أنا شخصيا كنت متوقع لأن اللقاء ديالقياب غيكون صعب على فريق الويداد وقلت لأن شباب بالوزداد لن يأتي للدار البيضاء من أجل السياحة ولكن من أجل تحقيق المفاجأة ويمكنني نقول لأن بالوزداد ظهر بمستوى جيد في اللقاء اليوم واللي عاونه باش يظهر بمستوى جيد هو فريق الويداد الويداد بالطريقة اللي لعب بها اليوم كان سيهدي اللقاء فوق طابق من دهب الشباب بالوزداد أشدت بالمدرب الرقراجل في لقاء الدهب وقلت على أنه دهب لقاء طاكتيكي كبير بكل ما تحمل الكلمة المعنى خصوصاً على أن الويداد لعب بشرة اللاعبين 85 حتى 87 دقيقة وقلت أيضاً على أن الرقراجل كان عنده واحد الفضل الكبير في انتصار فريق الويداد ولكن لقاء دياليوم من حيث الإدارة يمكنني نقول على أنه أسوأ لقاء للمدرب الرقراجل مدرب الرقراجل صعب اللقاء على فريق الويداد وكيفما قلت كان قريب على أنه يودي انتصار لشباب الويداد طريقة للعب بها وأيضاً اللاعبين للويداد في لقاء اليوم خصوصاً فيما يخص دفاعياً الويداد كان واقف مزيان خصوصاً اللاعب فرحان لدر واحد لقطة مهمة في الشرط الأول خرج الكرة كانت غادل المرمى اليوم لاحظنا على أن الأغلبية اللاعبين للويداد خارج تغطية تمريرات خاطئة أنانية مفرطة في العديد من المرات وكيفما قلت في مثل هذه اللقاءات كنت تربح بجزئيات صغيرة وجزئيات بسيطة جزئيات صغيرة وجزئيات بسيطة هي التي تحدد هوية المتأهل وأنا شخصياً يعني صراحةً استغربت من طريقة للعب بها الرجل استغربت لو أن الويداد اليوم دخل وعنده واحد نية واضحة بشير بح أكيد على أنه كان غير بح يعني بدون مشاكل مع احترامي الكبير لشباب بالوزداد ليقدم لقاء في المستوى ولكن لما تكون لعب في أرضية الملعب ديالك ومع الجمهور ديالك وتدخل وتدافع وتعطيوه للانطباع للخصم على أنك بحل خايف على أنك لا تريد أن تخرج لا تريد أن تفتح الخطوط لا تريد أن تلعب الكورة وهذا ما الذي يجعل شباب بالوزداد يدخل في اللقاء أخذوا الثقة في رأسهم بدون يتحكموا في إيقاع المقابلة في بعض يعني ما شيف تسعين دقيقة ولكن في العديد منها المرات وكانوا قريبين في العديد منها المرات من تسجيل هدف الانتصار هدف كان غير بدي الويداد لضربات الجزاء ضربات ترجيحية ضربات الحد وكنا قنعرفو على أن نقطة الضعف في الويداد يعني في حراسة المرمى ضربات الجزاء تقناوتي ما كيشدش ما كيشدش ضربات الجزاء وهذا الشيء يجعلني نزيد نستغرب على أن المدرب الرقراجي يبقى قانع بنتيجة التعادل السلبي الصفر لمثله لأنه لا يحتاج إلى تفسير آخر لا يحتاج إلى تفسير آخر من الواضح لأن التعليمات الرقراجي لعبين ندوروا قرابيناتهم وما تغامروا وكما كنقوله كل واحد يبقى في بلاسته وهذه المسألة خلت فريق يعني إن شباب بالوزداد يأخذ ثيقة ويزعم وهنا غن نهضروا على واحد المشكل كبير في كرة القدم المغربية عقلية سبحان الله ما بغتش تبدل شفناه في ربع النهائي كأس أمام إفراقية المنتخب المغربي سجلنا نحن الوالي على ميصر تراجعنا للوارا تحملنا الضغط سجلوا علينا التعادل ومن بعد كنا كنا نعرفه شو نوقع تقصينا مربع النهائي شفناه يوم أمس الرجاء الرياضي بعدما سجل هدف الدقائق الأولى ضد الأهلي المصري كان بإمكانه يزيد يكمل الضغط دياله ويسجل هدف ثاني ولكن اختار المدري بالتوسيع لأنه ينكامش دفاعيا كلفء الرجاء الرياضي هدف التعادل وشفناه أيضا اليوم الرقراقي داخل وعنده متياز انتصار ديال الدعاب لعف أرضية الملعب ديالك وأمام الجمهور ديالك تحفظ دفاعي مبالغ فيه وكيف ما قلت كاد يكلف فريق الويدات الدخول في سيناريوات نحن في غينة عنها الحمد لله الويدات تتأهل للناس في النهائي ولكن تنظن على أن لقاء اليوم المدري بالتعادل يجب أن يستفيد منه العديد من الأشياء أول شي الناس في النهائي سيكون صعب ضد بيترو أتلتيكو بيترو أتلتيكو يمكن أن نقول دابا ماشي مفاجأة كل شيء يعرف المستوى وفي مرحلة المجموعات وبالرغم لأنه انهازم ضد الويدات في لقاء الأياب بنتيجة كبيرة ولكن صدقوني المستوى الذي يظهر به هذا الفريق في النهائي سيكون مختلف عنده لعبين مختلفين لعبين يهاجموا لعبين يسجلوا أهداف وقعنا المستوى الكبير اللي قدمه بيترو أتلتيكو اليوم ضد ماميلو ديساندانز وأيضا رأينا المستوى الكبير اللي قدمه بيترو أتلتيكو عندما استقبل فريق الويدات الويدات أنا شخصيا دائما تعودنا بالشخصية دياله بالهوية دياله كهاجم لذا استغربت بالطريقة للعب بها الريقراكي استغربت صراحة ولكن كما قلت الحمد لله الفريق خرج بأخف الأضرار وحقق الأهم موتأه لنسف النيائي ولكن اليوم إذا لم تستفت منه الفريق يمكن أن يكون مشكلة من قبل لضع كايزر تشيفس الجنوب الإفراقي دعوكم في التعليقات واشعجبتكم الطريقة للعب بها الريقراكي اليوم وأيضا شكونوا نجم اللقاء لعجبكم فريق الويداد الرياضي وإن شاء الله كيفما قلت بعد إقصاء الرجاء من دور إفراقية نحن كما غايبة قلبا وقالبا مع فريق الويداد ونتمنوا إن شاء الله على أن اللقب يكون مغربي ولكن الويداد سيكون مطالب بإصلاح ما يمكن إصلاحه وتصحيح الأخطاء والاستفادة من الهافوات التي تحنا فيها في اللقاءات السابقة إذا أريد الويداد يمشي للمقابلة النهائية لأنني بديتك نسمع من دابع لأن النهائي سيكون بيه الويداد والأهلي سيكون من الخطأ على أن فريق الويداد يضن على أنه سيتجاوز بيترو أتيتيكو بسهولة لعب ليقاء بليقاء باش منعودش نطيحه في الفخ ديال كايزر تشيفز يعني خليولي الأراءة ديقوم في التعليقات وألف مبروك للجماهير الويدادية والجماهير المغربية تأهل لنسف نيائي وإن شاء الله النهضة البركانية يكمل الفرحة دينا وحتى هو يتأهل كان معكم وردامي خالد قرافين السلام عليكم